بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فارماسي جيت لا سيري تاعي تاع ميديكام والاما ولا الدواء في اليد تستمر ان شاء الله قلت مقبل باللي هي عبارة عن بدعة دقائق لنصار فيها دواء معين اليوم حبيت نظر على الجيفان وهذا فيديو مخصص بزاف للأمهات خاصة بون الجيفان هدايا ولا انطال فان ولا المهم اللي بخوفان هدايا هو سيرو شائع عندنا انو مضاد للحمة يعني سيرو هدا وقتاش نقدرو نمدوه بريميار ما كنمدو براسيتامول لطفلتان يعني دوريبران ولا ايفيراقون وما ايفيراقون هاداك ما مايكفيهش تقعد الحمدج والطالعة وكيت بلغ 39 درجة 39 درجة يعني مديت له باراسيتامول قصتها له بعد ثلث سوايا يعني باراسيتامول هاي بقول دوريبان ولا ايفيغاقون ولا اي دواء قصتها له بعد ثلث سوايا قعدت الحرارتها والطالعة ولحقت لي 39 درجة ندخل هذا يبي بخوفان دكور هذا كش يتمد يتمد في وسط الاكل على خطر مضاد التهاب ويتمد كل 8 سوايا كل 8 ساعات على حسب الميزان الوزن تعد طفل كين هاد الماصة ولا بيبات هدي مثال وليدي يوزن ربعة كيلو نعطي له ربعة كيلو هاي لي كربعة كل كمثال كل 8 سوايا وبعد الاكل ولا فيوسط الاكل دو بريفيرانس وكيكون راضي عنقوله بعد الرضعة ديالو ولكن كين امور اللي لازم نبهوليها اول حاجة نقوله باللي اللي لبي بخوفان هاداي مخصص للطبيب خلوه للطبيب ما تقتاني وهش انتو ما وحدكم ما ينسيب با اميدي كامون دو بخوميها انتونسيون حاب يقول مشي وليدي عنده الحرارة ونروح نشري له لازم نشري له بارسيطامول يعني دولي بران ولا افغالقون ولا اي بارسيطامول علاش على خطر هادا با اول حاجة سيانوتيا في المطوغ منضد التهاب ومنضدة الالتهاب ممنوعة في بعض الامراض الفيروسية وتؤدي الى علاقة خطيرة جدا كيما لفاليسالزونا يعني بوشوكا بوشوكا هادا يمدلنا على بناب اللي حب بوثور لو كان الطفل تاي يحكموا بوشوكا ونمدلوا اللي بيبخوفان هادوك البوثور والحب راح ينتحولوا الى هو مرض فيروسي في الاصل بالصح راح تدخل عليه بكتيريا ويصالوا انتهاب تعفون بكتيري فوق تعفون الابتدائي اللي هو الفيروسي نسمو هذا دي السور انفكشون ضنك راح يولي inserting infxion باكتيري يعني تعفون بكتيري ويأدي الى البوثور هادوكار راح تولي بوثور بكتيرية يجي يدخل عليها السطفل اقوك وفي formulate و ستتمدلنا انفكسون جنراليزية يعني تعفون منتشرة على كل جسم وهذا بيصير عاقبة خطيرة وبالتالي هذي حاجة اللولة تاني حاجة كيكون عند الانبسيداسيون يعني كي خراج القيح أكرمكم الله ما نمدوش دي زنتيه في المطوار على خطر مضادة الالتهاب هذا او لا الالتهاب عبارة عن الجسم المناعة تحاول تلم تعفون الميكروبات في مكان واحد وتكون الكيس هذك لابش دابسي باش تلم هذك الخراج القيح هذك و راح تقذفو خال الجسم الوكور و اللي يكون داخل الجسم نحن كينمدو انتينفلماتور مضاد الالتهاب راح نعيق و عملية تشكو الكيس لقيح و بالتالي هذك القيح والميكروب اللي يكون داخل الجسم في عدوباش راح يتشكل الكيس لالكيس تاعنا ويقذف خال الجسم يعني في زونتغيناج الطبيب يعصروا الفرم اللي يعصر لكم هذك الحبة هذك بالعكس الميكروب سينتشر ويقعد داخل الجسم ويقعد داخل الجسم ويقعد داخل الجسم ويقعد داخل الجسم سيكون لديه سيكون دونتر يعني سيكون لوجهه كامل يلتهب هذه حاجة ثانية حاجة ثالثة من ضد الالتهاب يقنع يقنع الانفكسون على خطرة لابلنا بالانفكسون ولا تعفونات مصحوبة بالحرارة والآلم كنمدلو هذا اللي بيبخوفان راح تختفي الحرارة ويختفي الآلم وحتى يعني الجهاز المناعي راح كما قلو يبن باللي ما هوش مريض اللي اغت هذيك الانتباه اللي كان فيه الجهزية اللي كان فيها الجسم تختفي وبالتالي سوف نسكي السمطوم دول الانفكسون دونك الأعراض تاع التعفون راح تختفي وبالتالي بيسير طبيب راح يغلطو حلان غلطو ودنيك على هطل وعلا بيها اللي زنتيان فلمطو هادو زيد قيس على ذلك تانيك وتن موضى التهاب اللي زنتيان فلمطو يوجد فيه في المعدة دونك عندهم اغرسي في دي كنستريك اللي بيانسور نفضلو عليهم بارسيطامول لكل هادل اسباب اللي بيبخوفان هادا متمدوشو من رياساتكم يالأمهات الناس اللي خدموا في صيدرية كيف كيف اغرسي بيبخوفان وتفهم الوالدين علاش ما اعطيت لكم ايبيبخوفان علاش اعطيت لكم بارسيطامول يعني نتمنى ان شاء الله تكون هادا وش عندي غرس ومودو نقولو اه انه مدوكول تمنسوايا في حالتين ما مدينة كان حاجة اخرى يقول لك باللي وليدي مديت له بارسيطامول وقستهلو بعد تلتوايا يعني في الدارة بلا ما اعطالي هذا الطبيب وقعدت له الحم طالع نقول له دل له الموين الفيزيك يعني الوسائل الفيزيائية والجسدية يعني اغسله بشوية ما دافي باشي بارد تغسله طراف ورجلي تحط جباسينا باللزم ما تحط لورجلي فيها مدة ربع ساعة وتحط تحط لوين كمبخيس ماشي داء بانسير ماشي تجور ماشي بارد بزاف التمبراتي امبيون يعني درجة حرارة معتادلة فكر شو الوسائل المعروفة بالموين الفيزيك هدي هي خير من اللي نروح نمدلول الابي بخوفان من راسي دونك هدا الابي بخوفان خلوه الاطباء فقط بانسير في الاخير اللي مش يمشترك يتفض ليشترك ويبارتاج الفيديو هدي باش يعمل فان شاء الله ماكسيمام وإلى لقاء قادم شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته